خلينا نروح لمنتخب مصر تصنيف كده لطيف اتعمل في الفترة الأخيرة عملته وعمله موقع ترانسفير ماركت كان بيتكلم على القيمة السوقية أو السوقية يعني للمنتخبات بشكل عام منتخب مصر جاي في المركز الثلاثين في ترتيب أغلى مئة منتخب على مستوى العالم من حيث القيمة التسويقية بقيمة بلغت حوالي 160 مليون يورو طبعا نصيب الأسد فيه ما هيكون رايح لصلاح لكن ده ما يمنعش أنه في عدد كبير جدا وأتوقع أن القيمة دي ترتفع في الفترة اللي جاية زي ما قلت حككم ده كان على حسب مقال أو ذكر موقع ترانسفير ماركت وده متخصص في الجزائي الخاصة بقيمة وأسعار اللاعبين منتخب الفراعنة جاي في المركز الثالث على المستوى العربي أعتقد طبعا زي ما حضرتكم عارفين صراح مش بس كمان أغلى لعب مصري لكن كمان هو أغلى لعب على مستوى القرى الإفريقية من حيث القيمة التسويقية بقيمة بلغت حوالي 120 مليون يورو الصدارة كانت من نصيب المنتخب المغربي اللي احتل الترتيب الأول على مستوى المنتخبات العربية في العالم من حيث القيمة التسويقية بنتكلم على مبلغ تقريبا إجمالي حوالي 220 أو 221 مليون يورو لمنتخب أسود الأطلسي وجاء على مستوى العالم في المركز الأربعة وعشرين أما في ما يتعلق بالمركز الثاني على مستوى الدول العربية كان منتخب الجزائر اللي احتل مركز الوصافة بقيمة تسويقية بلغت حوالي 184 مليون يورو وجاء في المركز 29 قبل منتخب مصر بمركز واحد ده طبعا على مستوى العالم وجاء منتخب مصر في المركز الثالث بقيمة 160 مليون يورو في مركز ثالث عربي و30 على مستوى العالم والرابع جه تونس بمبلغ يعتبر بعيد شوية عن الثلاثة الأول 51 مليون يورو وفي الترتيب رقم 56 عالميا بعد كده دخلت بقى بعض المنتخبات العربية الأسيوية في المركز الخامس للمركز السابع خامس ساد السابع بالترتيب كده إمارات خامس بقيمة 25 مليون يورو وفي الترتيب العالمي 73 بعد كده السعودية بقيمة 22.5 مليون يورو وفي المركز السادس عربيا والسبعة وسبعين عالميا وبعد كده في السابع كان منتخب قطر بقيمة 15.5 مليون يورو والترتيب 89 عالميا المفاجأة بالنسبالي كانت منتخب ليبيا اللي جي بعده في المركز الثامن عربيا وفي المركز 91 عالميا بقيمة 15 مليون يورو